هو يا جماعة مش الشائعات في رمضان حرام؟ والله بتكلم جد مش هو إثارة الفتن والبلبلة مش فيها حرمانية طب والشائعة اللي شغلنا دلوقتي متعلقة بوظاعة التربية والتعليم بص يا سيدي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء كل سنة وهم طيبين ورمضان كريم عليهم جميعا الحقيقة بيشتغل هيعمل ليه طيب وكمان يعني حتى في رمضان لقى شائعات فما المركز بيعمل يعني بيلاقي شائعة بيجري يشوف أصلها وفصلها إيه ويبدأ يرجع للجهة المعنية ففي المرة دي لقى شائعة بتاع إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات في الأسكندرية وتسريح الطلاب وحدوتها بالمناسبة أنا قريت الخبر ده من أسبوع بس أنا قريت الخبر ورحت مدور على البيان الرسمي الصادر من المدرسة البيان الرسمي الصادر من المدرسة ما بيقولش إن المدرسة لها تقفل السنة دي ولا السنة الجاية ولا في أي سنة خالص خالص البيان بيتكلم على موقف مالي خارج من الجامعية العمومية بتاعت المدرسة وبيوضحوا بيها الفلوس اللي موجودة وتحركاتها إيه وهيحصل إيه وهيرجعوا إلى المعاهد القومية يطلبوا منهم إيه بس ولما اتبعت لي الخبر قعدت بصيت كده قلت أجماعة مفيش كلام من ده حلو؟ يعني أنا حتى كتمراتي اللي بعتت الخبر بتقولي بص ده هيقفلوا كلية النصر للبنات قلت لها لا نقرأ البيان قعدت قارية البيان قلت لها لا مش كده خالص خالص البيان ما بيقولش كده على الإطلاق البيان بيحدد موقف مالي للإي جي سي وبالمناسبة إي جي سي دي عمرها ما هتقفل إي جي سي هي علامة مش بس من علامات اسكندرية هي من علامات التعليم في مصر والمنطقة العربية إي جي سي وإي بي أس وفكتوريا وسان مارك وكل الكلام تسوء إذا كان فيكتوريا قهارة فيكتوريا اسكندرية إي جي سي وإي بي أس هنا وعندنا كان فيه الإنجلس سكول في مصر الجديدة كل المدارس دي خرجت ملوك وأمراء ورؤساء جمهوريات ووزراء خرجت كم قادة مصريين وعرب يسدوا عين الشمس انت متصور انها تقفل تقفل ايه انت بتتكلم على معاهد تعليمية حقيقية مش بس مدارس مش ابتدائي وإعدادي وسنوي لا ده تاريخ كبير وعظيم من الحاجات اللي بتخليك ترفع راسك كمصر انها منارة علم في المنطقة بالكامل في القارة بالكامل لما رجع المركز الإعلامي الحقيقة مشكورا لوزارة التربية والتعليم اللي هم يا جماعة ادونا تفاصيل واشرحونا وزارة التربية والتعليم قالت ايه؟ قالت فيش ايه كلام من ده والعمل مستمر والعملية التعليمية مستمرة في كلية النصر للبنات في اسكندرية بشكل طبيعي وانتظام حضور المعلمين والطلاب وما فيش اي حاجة ومش هيبقى فيه اي معوقات وانه المدرسة اللي هي كلية النصر لبنات اي جي سي هي تحت مظلة الجمعية العامة للمعاهد القومية اللي بتتولى ادارة الالتزامات المالية بتاعت المدرسة لو فيه اي نقصة حصل في الموارد ايه؟ المعاهد القومية هي اللي بتسدد ده على طول ايه يحصل بقى مناشدة من الطلاب واولئة الامور وكلام من ده؟ كما ما تقلقوش ولا تنساقو ورق اي خبر مغلوط او غير واضح او مش مفهوم او قد يستخدمه البعض